موسيقى موسيقى السلام عليكم أيها الشعب المساود المفلس الحزين في مالكة سلمانكو اللئيم ابن اللئيم تذكرت حسين الغامدي يا الله يفر جنة قال يوم قفز الدب الداشر من مرتبة السادسة إلى ولاية العهد قال إنه ما نكبنا لأبو لحية أبو لحية ما أنا كبنا في الدنيا هذه إلا أبو لحية وأنا أوريك كيف تحلقها في يوم من الأيام لحية السمو سيدي الدب الداشر ولي العهد محمد بن سلمان ما هي مثل أي لحية هذه لحية ما هي بغانمة لحية سياسية بامتياز تظنون إن اللحية ما لها شغل بالسياسة أنتوا غلطانين اللحية لا علاقة بالسياسة والاقتصاد والاجتماع والبزنس هبس وحتى البزنس والفجن وعشرين ثلاثين أشرح لكم كيف هي اللحية السياسية كم كان عمر سيدي ومولاي الدب الداشر يوم صار ولي العهد سبعة وعشرين إلى ثمانة وعشرين سنة لو طلع لكم الدب الداشر بدون اللحية كان قلتوا وش ذا البزر اللي مخلينا حاكمين علينا بس اللحية عطت حيبة وكبرت من عمره وصارت أصلا استعيل في الحلقين لو تروح لي حلاق يسالك يقول تبغى حلق لحية سكسوكا ولا لحية ملكية ولا داشيرية بعدين تعالوا أقول لكم الهايف ولد نايف كان حليق لحية يعني فاسق مثل أبوه الدب الداشر اللي عبها صح قال للمشايخ شوفوا هذا اللي انتو اتابعونا وتحبونا تراه بدون لحية وانا رجال ملتزم شوفوا لحيتي ضاربتني إلى سري ما يصير انكم تدعمون واحد فاسق مد من مخدرات أنا ما لي تراه في المخدرات بس رجال اشرب شريب يعني اهوان الشرع ولازم تدعموني يا مشايخ ذا الحين ابن سلمان صار عمره 35 سنة تقريبا وصار حاكم ويعتبره المقام السامي ما عد يحتاج للحية اصلا ليه مش ما يحلقها او يحولها الى سكسوكا مثل لحية ابوه سلمانكو وانا اظن ان ابن سلمان راح يتورط بهاللحية انتركها بيطرع فيها شيب ولازم انه يصبق كل يوم واثتالي ولان المهلكة صارت دولة عظمى وحديثة ما تركب عليها اللحية اللحية رمز للخوارج اللي في السجون اما الاحرار مثل سمو سيدي الدب الداشر يفترض انه يواكب التطور يحليق الحيته وفي المستقبل اذا صار هذا نقدر بسهولة انميز بين الخوارج وبين الناس المستقيمين اللي يحبون ولاة عمرهم الحين اوضح لكم كيف ان اللحية مفيدة اقتصادية تخيلوا ان سيدي صاحب السمو الداشر ولي العهد حفظ الله ورعاه انه بدون اللحية وباعتباره مسؤول عن استثمارات البلد كل ابوها عن صندوق الاستثمارات العامة يفاوض رؤساء الدول والشركات وشوفوه وهو بدون اللحية بزر بيضحكون عليه وبيستخفونها وبيسرقونها اكثر مما سرقوا وهو باللحية ضحك عليه ذاك الياباني ابو عيون السخار واخذ منك 45 مليار دولار وخسرها اف كيف لو كان حليق وبدون اللحية لا هذا ليس صحيح حسنا 45 مليار 45 مليار دولار حسنا 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 حتى زوجي ايفانكا اخذ من عند سيدي دوب الداشر مليارين دولار ووزير الخزانة الامريكي مدريش اسمها بعد من الاسبق اخذ من عنده سموه مليار دولار وايفانكا نفسها اخذت ما الله به عليم وترامب نفسها اخذ حوالي 400 مليار دولار ووزير الخزانة الامريكي مليار دولار هناك عشرات الاشخاص اضحكوا على ابو لحية الدوب الداشر ونهبوا الفلوس تخيلوا بس لو ما كان سموها بلحية والله كان يفسخونها ملابسه اللي عليه وكان هو حوال عليكم وفصخكم ملابسكم مو بس الضرائب هذه اللي اخذها الدوب الداشر وياخذها منكم يبقى اقول لكم اللحية سموه سيدي الدوب الداشر مفيدة اجتماعيا كيف مفيدة اجتماعيا قارنوا صور سموه بدون لحية وصورها بلحية لحية سيدي جابت لمعجبين ومعجبات حتى اذا لبس جاكيت يقلونه المراهقات ويتمنون الوصال بسموه خلوا الدوب الداشر يحلق لحيته ويشوف شعبيته الحين الدوب الداشر هذا الصور القديمة يوم كان صايع ونص يوم كان داشر سربوت ما يحبها تنتشر لان شكله فيها مقزز ومنفر هذه اللحية السياسية اللي يستخدمها اسموه سيدي الدوب الداشر للوصول الى مبتغاه لا بارك الله فيه ولا في لحيته اعزائي المشاهدين والمشاهدات نصل الى نهاية حلقته حلقتنا لهذا اليوم متمنين ان شاء الله ان نلتقي بكم في حلقة اخرى وانقلوا عن حسين الغامدي بانه يقول ما نكبنا الا ابو الحياه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اضغط لايك لا تنسوا اشتركوا التعرف دعو العشعاء اشتركوا في القناة